يا صباح الخير على كل مشاهدي شفكة انتين نايل لايف نهارك سعيد ويوم سعيد على كل اللي بيتابعونا يا رب كل يوم فيه اخبار جديدة في الشارع فيه بيانات جديدة فيه ترشيحات جديدة فيه احداث اكتر حنوعد نشوفها كل يوم وحدزيد اكتر كل يوم لحد انتخابات الرئاسة تالي النهاردة عندنا مواضيع كثيرة جدا ومتنوع بس الصبح الاول على اشف صباح الخير ما هي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل النهاردة يوم تقريبا تاريخي النهاردة يوم 8 ابريل 2012 هو اليوم اللي حيغلق فيه باب الترشح لرئاسة الجمهورية لأول مرة يبقى رئاسة الجمهورية بشكل ديمقراطي بشكل انتخابات ان شاء الله حرة احداث كتيرة طبعا مختلفة من ضمنها او من احداثها هو ترشح طبعا الاخوان المسلمين وخيرة الشاطر ده بالاضافة لانه هم ناويين يعملوا يعني زي ما تقول واحد تاني يكون مرشح كمان لرئاسة الجمهورية وهو ساز محمد مرسي اللي هو مدير الحزب وبالاضافة كمان للواء عمر سليمان وترشحه او تقريبا هقدم النهاردة الورق بتاعه للجنة الانتخابات صحيحة عندنا النهاردة فقرات كتيرة الاول بس عايز اقولك قدي اينا بحترم فيك تفاولك انا متبتائل يعني البداية الجميلة دي الصبت اهم حاجة مصر هي اهم حاجة مصر بغض النظر عن اي توجه اي ناس احنا كلنا كشباب خصوصا الشباب بماي بعد صورة 25 هنناير احنا هدفنا مصر يعني مصر هتبقى ايه في الاخر مين حيحكم مين حيمسك المهم مصر هتبقى كويسة ولا مش كويسة انا ابتسمت على العموم عندنا فقرة خاصة جدا النهاردة عن مشكلة اعتقد ان مصر بتعاني منها بقى بقالها سنين واسنين على طول بنسمع عن حوادث الطرق وعن الاف كل سنة بيموتوا في حوادث الطرق والاف تانين بيصابوا في كل سنة في حوادث الطرق النهاردة هيكون معانا دكتور محسن مهدي استاذ الطرق والمرور ومطارات بهندسة عين شمس واللواء ماهر زخاري مساعد مزير ادارة مرور القاهرة الاسبق هيكلمونا احوادث الطرق دي بتحصل ليه وايه القواعد المفروض ان احنا نلتزم بيها سواء احنا المواطنين او الدولة وممكن نتجنبها ونبعد عنها تماما بالتالي بنزود جدا في اعداد قتل حوادث الطرق هيكونوا معانا النهاردة فكرة خاصة حضراتكو بخصوص ترشح للرئاسة الجمهورية والنهاردة غلق الباب ترشح حضراتكو ارجوكو تابعونا النهاردة حنقول اسرار مين اللي حقول لنا الاسرار دي هو الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر عن موضوع ترشح خير الشاطر واللواء عمر سليمان عندنا فقرة خاصة عن شباب عملوا برنامج ممكن ينزل على الموبايلات الهواتف المحمولة والبرنامج ده ممكن ان هو تقدر تشوف كل الاخبار في جميع الجرائد المختلفة وحيكون مشرفنا في المهندس امير الشربيني مدير موقع اجندة خمسة وعشرين ومهندس كريم سعيد احد العاملين بموقع اجندة خمسة وعشرين اجندة خمسة وعشرين هو الموقع اللي ممكن تحمله عشان تشوف كل الاخبار في موبايلك وعلى فكرة اخدوا الجوائز يا موضوع فكرات النهاردة مختلفة تماما عن بعض انا بس خايفة في الفترة الجاية الناس تنشغل تماما بالانتخابات الرئاسة وهي طبعا الحدث الاهم وكل حاجة وتنسى الدستور ووضع الدستور لانه الدستور بنوض معي كتير او بنوض معي سنين كتيرة جدا انتخابات الرئاسة الرئيس دلوقتي ممكن يتغير ويعني ما بيتغيرش بيجيله ثورة فيعني ربنا ازر مهم عندنا اول فكرة النهاردة استاذة امينة خيري كتابة صحفية بجريدة الحياة اللندنية وهنشوف معيها عندنا فكرة خاصة عن البنزين والسولار والاحتياطي العام في الدولة وحيكون مشرفنا الدكتور مهندس حسام عرفاتم ورئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية تفضل ريفا نقول روح لفكرة الصحافة ونرغاني قابل فكرة